لمزيد من التفاصيل والتعرف على المستجدات وحال التظاهرات الآن ينضم إلينا الخرطوم طارق بابكر مراسل الغد إليك طارق تحية لكم تظاهرات الخامس العشرين من شهر ديسمبر هي تتم وتكمل للجدول التصعيدي الذي خطته لجان المقاومة بولاية الخرطوم بمدنها الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأندرمان هذه التظاهرات قوبلت بإحكام متعاظم من قبل القوات الشرطية والأمنية السودانية التي أغلغت الجسور الرئيسة الرابطة بين مدن الخرطوم الثلاث والطرق المؤدية خاصة للمواقع السيادية المتظاهرون يحملون شعاراتهم ولاءاتهم الأربعة المتعارفة عليها لا شراكة لا شرعية لا اتفاق ولا مساومة تنديدا بالاتفاق الذي أبرم بين البرهان وحمدوك في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الماضي هذا الجدول التصعيد الذي يستمر اليوم وحتى الثلاثين من شهر ديسمبر شهر ديسمبر الذي تفجرت فيه الثورة التي أطاحت بنظام الثلاثين من يونيو نظام البشير هذه التظاهرات قوبلت بالغازات المسيلة للدموع من قبل الأجهزة الشرطية خاصة قبالة الذين يحاولون التمترس في فناء المواقع السيادية ومن بينها القصر الرئاسي هؤلاء المتظاهرين قوبلوا بكثافة عالية جدا من الغازات المسيلة للدموع جراء ذلك هناك عدد من الجرحة نتيجة لهذه الغازات المسيلة للدموع وهناك عدد من الإغماءات نتيجة للتدخل الشرطي للصد ما بين المتظاهرين وبين المناطق السيادية مثل مجلس الوزراء ومثل القصر الرئاسي ومثل القصر الرئاسي الذي دعت له تنسيقيات لجانا المقاومة بأن يكون هو الباحة للتنديد بالاتفاق الذي أبرم بين البرهان وحمدوك في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الماضي إذن هو جدول تصعيدي لليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر ولكن اليوم التشديد المحكم من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية للحد ما بين المناطق السيادية وما بين المتظاهرين حتى الآن الشرطة تستخدم الغازات المسيلة للدموع جراء ذلك هناك العشرات من الإصابات نتيجة لهذا الكر والفر ما بين المتظاهرين وما بين القوات الشرطية الذين يلون الوصول إلى باحة القصر الجمهوري طيب طارق يعني ماذا عن حالة الانترنت ويعني في ظل حث المبعوثة الأممية للسودان فولكال بيرتس السلطات وقوات الأمن على أن هذا حق مشروع حرية التعبير عن الرأي وأيضا أكد على ضرورة عودة الانترنت ولماذا يتم قطع الانترنت في مثل هذه التظاهرات دائما نعم قد تفاجأ الجميع بقضع خدمة الانترنت عن جميع السودانيين وأيضا خدمة الاتصال وربما إن هذه الإجراءات التي يتخذها أو تتخذها الجهات المسؤولة هي دائما ما تقول أنها إجراءات احترازية ولكن هذه الإجراءات قوبلت باستهجان من قبل المتظاهرين الذين يستخدمون هذا التواصل في لم شمل كل هذه الكيانات والكتل التي تتظاهر وللتنسيق فيما بينها هم الآن حرموا من حق شرعي وهو التواصل فيما بينهم إذن قطع خدمة الانترنت والتواصل ما بين السودانين وخاصة ما بين الكتل المتظاهرة اليوم هو يعتبره المتظاهرون أنه نسف للحريات ونسف لكل ما تقوله البحثة الأممية وخاصة أن فولكر رئيس البحثة الأممية قال بأن لا بد من السلطات السودانية أن تقوم بحماية المتظاهرين وتوفير كل الآليات التي تكفل لهم حرية التعبير إذن قطع الانترنت وقطع الاتصال هو قد نسف هذه الحرية التي كان من الضروري أو كان من الطبيعة أن يتمتع بها السودانيون جميعا وخاصة الذين يعملون على قوى الميدان في التنسيق فيما بينهم هذه الخطوة كانت مفاجئة لكل السودانيين بقطع خدمة الانترنت وقطع خدمة الاتصال شكرا لك طارق بابكر مراسلنا كنت معنا من الخرطوم شكرا لك